قبل مطلع الفاصل طبعاً يحايا عتية الله أهلاهو الموضوع خلص هم وادون الشماخ الشماخ يحي الشماخ ناحية الشمال وهم بيخلصوا ما يحيا عتية الله ناحية اليومين واستحق أمير التوفيق إن الناس توجلوا الشكر على لأن ده أنا جاية له رغم اللي قاله وكيل يحي عتية الله ورغم الهاري اللي تلعم الوكيل وكل الكلام ده وفرد وكيل آخر وإن الزمالك داخل في الصافقة اللي we'arرفش إلا حشر الزمالك في الموضوع يعني راجل كان عمالي يخبب ماني ازا مالك نفق الكلام ده تماما وقال لك انه الصفقة بازت وان 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 وإيز بفجأة والأهلي بدأ يرملنا الشماخ جمال الشماخ جمال الشماخ وإيز فجأة يحيي عطيها طلاف القاهرة وبيكشف الطب خلص ويصور البرومو وهو خلاص في الأهلي سنة عارة بنية الشراء خلاص وبعدين الناس تقول لك 350 ألف دولار السنة دي أس واحد تنة ألف دولار مش فرق مع الناس ايه مش عارفه ايه انا معرفش دي الناس دايما تهتم تلتويا خمسة ألف دولار امتى اهتم لما الصفقة تبقى فشلة بس صفقة تبقى تعالى بقى يعني زيما مودست كده يعني كان صفقة مش مقنعة على مدار موسم كامل بدأنا نحفر بقى نقول مليون ونص في السنة ازاي غير مكافئاته غير وغير وكان عايز يمد وكيلو لنهاية الموسم قالك اخد الشهرين معرفش 300 ألف دولار نخش بقى في التفاصيل المادية لان صفقة فشلة صفقة انما خلينا نشوف ايها عاطية الله وسنة واحدة اعارة بنية الشراء من نادي الروسي محمد علي من رمضان بيقترب ايضا من النادي الاهلي من نادي المجري اللعبة التونسي في نص الملعب تقريبا الاخبار في الدال يعني في الساعات الاخيرة انه بيقترب بنسبة كبيرة جدا وهيبقى لعب مؤسسة على فكرة في نص الملعب عن ايليو ديانج لما مشي مع اصابة عمر السلالة خلاص عمر السلالة راجع يعني راجع يعني خلاص يعني قريبا يعني فمحمد علي من رمضان هيظهر انا مش عايز يا جماعة اخبار انا مقولش عايز اخبار فمحمد علي من رمضان بيقترب جدا من النادي الاهلي وخلاص يعني على وشك الانضمام للنادي الاهلي وزا ما قلتلكم في نص الملعب تخيل محمد علي من رمضان ده جنبيه امام عشور جنبيه ماروانة عطية جنبيه اكرم توفيق جنبيه محمد مجدي افشا جنبيه عمر السلية اسماء ندفة طبعا اسماء كبيرة جدا 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 تستطيع انها تاخد نص ملعب النادي الاهلي بقوة في موسم هيكون حاسم قوة جدا الموسم الجاي الحاجة التالتة بيرسي تاو حزف التايتل بتاعه كراجل لعب في النادي الاهلي خلال لعب محترف كرة قدم بس ودي كانت مفاجأة لانه لسه ما فيش اي كلام ان بيرسي تاو يعني مشي من نادي الاهلي ده هل مشي هل هيمشي بيله سنة في عقده يعني هو ملتزم لسه مع نادي الاهلي في سنة هل هيمشي عارة هل هيمشي بيع وشيرة هل هيمشي كده هل الاهلي بلغ انه مش عايزه لانه فيه تصريح بيقولك بيرسي تاو بيطالب الاهلي خمسين مليون جنيه اللي هو المليون دولار ولا مليون وشه اللي بياخده في السنة فغريب جدا موقف غريب جدا مفاجئ من مرسيل كولر مع بيرسي تاو هل ده بيعني الاهلي على فكرة عنده فروت جاي خلال ايام يمكن خلال يومين ثلاثة فيه فروت افريقي جاي رسمي وفيه كمان جناح جاي فيه كلام كده انا ما عرفش يعني هل فيه جناح مع فروت مع ياهي عطيها طلق ادي ثلاثة مع رضا سليم اذا اربعة فكروني من تاني مع علي معلول هيتقايد ولا بش هتقايد ادي خمسة ما عرفش هل الاهلي هيجيب جناح مع الفروت وتتفتح طاقة القادر في الصفقات فجأة فجأة كده القلح هيجيب فروت وجناح هو ونص ملعب وباكليفت قد اربعة جانب مع رضا سليم قادر خامس فيه حد تاني جدا ومشي أليو ديانج ودي بيرسي تاوها في طريقه وعلي معلول ممكن اللي هيقايد في الصيف ده ومن تاني فكره وكريستو خلاص مشي كده كده كان مقايد تحت اللسن ومودست مشي كل دي كان باقي فقط علي معلول دلوقتي من الأجانب القدامة باقي فقط علي معلول مع رضا سليم هنشوف إلي هيحصل فترة جاي